ها هو السابع عشر من يوليو يأتي للمرة الأولى وقد رحل الزعيم رحل الرئيس علي عبدالله الصالح شهيدا في سبيل الديمقراطية التي وضع أولى لبيناتها في ذلك اليوم من عام 1978 عندما لبى نداء الوطن وحمل كفانه على كتفه ليتولى دفة الحكم في البلاد عبر انتخاب المجلس التأسيسي له بصورة ديمقراطية لأول مرة في اليمن أكسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسن في رسوله مطلصا لديدي ووطني ومتي وأن أحافظ على نظام الجمهوري ومبادئ الثورة وأن أحفر ما بسورة البلاد وبانيها وأن أكون أنينا حريصا على حريات الأمة ومطالحها وعمالها وكرمتها وأنا البلاد كل جهودين وكل ما نديه من قوة للحفاظ على سيادة واستقرام البلاد والدفاع عن سلامة أراضيها والله على معظومة سعود حينها كان الوضع في اليمن ملتهبا وكان كرسي الرئاسة أشد التهابا فكان كل من جلس عليه انتهى به المطاف بالاغتيال فالرئيس صالح الذي كان وقتها قائدا للواء تعز جاء إلى السلطة في ظروف صعبة جدا والبلاد تشهد حالة من الفراغ السياسية عقب مقتل الرئيسين إبراهيم الحمدي وأحمد الغشمي في الشمال والرئيس سالم ربيع علي في الجنوب استضاع بحكمته وحنكته وقدرته القيادية أن يدير دفة الحكم بإرادة سياسية رشيدة تصدت لكل الإشكاليات والعوائق التي كانت تعيق مسيرة الوطن بدأها بلملمة التصدعات التي كانت تعتر الوطن في الشمال والجنوب حينها بانتهاج الحوار كوسيلة للمعالجة الصحيحة لها بهدف تحقيق الاستقرار والتوافق السياسي الوطني في البلاد والبدء في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية في الثالث والعشرين من مايو 1983 أوعيد انتخاب الرئيس صالح رئيسا للجمهورية في شمال الوطن وقائدا عاما للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسية كما أوعيد انتخابه في السابع عشر من يوليو 1988 بعد ذلك سعى الرئيس صالح إلى لم شمل الأسرة اليمنية بإعادة تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990 التي كانت أبرز الانجازات التي تحققت لليمن في عهده وفي هذا اليوم تم اختياره رئيسا لمجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية موسيقى 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 انتخب رئيسا لمجلس الرئاسة مجددا في 16 أكتوبر 1993 بعد أول انتخابات نيابية وواصل الرئيس صالح الخيار الديمقراضي بتأسيس نظم وهياكل المجتمع المدني والحرية وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية وحرية الصحافة والتبادل السلمي للسلطة أبرى الانتخابات الحرة والنزيهة للبرلمان والمجالس المحلية والانتخابات الرئاسية والدفع بالمرأة والشباب نحو المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ورفع مكانة اليمن بين شعوب العالم لتسقط كل الرهانات التي حاولت أن تعيق مسيرة وتجسيدا لمبدأ التداول السلمي للسلطة فقد جرت أول انتخابات برلمانية عام 1993 كما جرت أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 1999 وفاز بها الرئيس علي عبدالله الصالح وجرت انتخابات برلمانية عام 2003 كما أعيد انتخابه في سبتمبر 2006 وشكلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012 مسك الختام في الحياة السياسية للرئيس صالح الذي قام خلالها بنقل صلاحية الرئاسة لنائبه عبدالرب منصرهادي الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد وفقا للمبادرة الخليجية وآليةها التنفيذية كحل ديمقراضي لإنهاء أزمة 2011 التي أدخلت البلاد في أتون فوضى لم تنتهي حتى الآن هذا وختم الرئيس علي عبدالله الصالح حياته شهيدا مدافعا عن الديمقراضية والحرية والجمهورية والمبادئ التي جسدها طيلة حكمه لليمن على أيدي ميليشيات الحوث الإرهابية في الرابع من ديسمبر من العام 2017 ليترك إرثا تاريخيا للأجيال القادمة كزعيم عربي شامخ ووصاياه التي رسم من خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن يا جماهي الشعبنا انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم من المهرة حتى ميدي ومن باب البندب حتى صعطة حافظوا على أمنكم وعلى استقراركم أما نحن قل لقد مر علينا الزمن أدينا واجبنا خلال ثلاثة وثلاث عام لا نبحث عن سلطة السلطة ملك الشعب هو مصطرها ومالكها شكرا